شمال سيناء وضعها الأمني في الأشهر الماضية ربما كان يدفع شكوك إلى النفوس من أن العملية الانتخابية في شمال سيناء مش هتم بالمرة أو لو تمت مش هيكون فيه إقدال على التصويت الفيديو اللي بنعرضه لحضراتكم ده من شمال سيناء من العريش وحضراتكم شايفين الصورة تتحدث عن نفسها طوابير في شمال سيناء تقدي في العريش لمواطنين يدلون بأصواتهم شايفين حضراتكم هذه السيدة المصرية البدوية كبيرة في السن ربنا يدي لها الصحة جاية بتتعكز على عصايتها وهذا الشيخ أيضا ما منعتهش أي ظروف ولا ظروف صحية ولا ظروف أمنية ولا أي حاجة من أنهم ييجوا ويدلوا بأصواتهم هذه التوابير اللي حضراتكم شايفينها دي في العريش ودول أهل شمال سيناء جاءوا ليمارسوا حقهم الدستوري ويعلنوها صراحة من أن أي ظروف قد تمر بها شمال سيناء لن تمنعهم من المشاركة في الانتخابات صور تتحدث عن نفسها ويعني لا تحتاج إلى أي تعليق في هذا الخصوص موسيقى